تقول كنت في سن المراهقة تقريبا عمري 17 لا أذكر بشكل دقيق كنت أتكلم مع شاب ويعني هذه ليست مجاهرة بالمعصية ولكن تركني هذا الشاب وكنت متعلقة فيه نذرت وقلت إذا عاد إلي سأصوم شهرا ولعلمي أن النذر يجب أن ينفذ بدأت الصيام في اليوم التالي مباشرة دون النظر إلى نتيجة النذر صمت 15 يوم ثم جا عيد الأضحى تركت الصيام وقلت أعود له بعد العيد وبالفعل عدت للصيام لكن بشكل متقطع ويغلب على ظني أني صمت 30 يوم لكن بالشكل الذي ذكرت أقول الآن الحمد لله رب العالمين من الله علي بالهداية لكن مسألة النذر تخيفني فهل أعيد الصيام شهرا كامل أنا لا أذكر تفاصيل ما قلته بالنذر ولكن يبدو لي أن يقول شهر أو 30 يوم إلى آخر ما ذكرت أختي علي من تركيا بارك الله فيك أو الحمد لله الذي من عليك بالهداية الحمد لله الذي أحيى قلبك الحمد لله الذي بصرك وهذه نعمة من نعم الله هذه نعمة من نعم الله الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لك لما نذرت أن يرجع لك بالحلال ولا يرجع لك بالحرام يختلف الأمر فإذا قلت لله علي صيام شهر أنه رجع إلي لتتكلم معه خارج حدود الحلال يعني تتكلم معه وليست بينكم يعني ما في عقبة زوجية وإنما كما ذكرت في سنة المراقعة هذا نذر معصية هذا نذر معصية بارك الله تتوبين إلى الله وتنتقلين لكفارة يمين تنتقلين لكفارة يمين في القول الراجح من قول أهل العلم أما إذا كنت تقولين لله علي إنه رجع إلي فتزوجك هذا القصد هذا نذر مباح هذا نذر مباح طيب السؤال هل عاد أم لا يعني هل تزوجك أم لا إذا قلت لي ما تزوجني ما عليك شيء ما تحقق المنذور إذا قلت لي تقولين بأنه قدم وتقدم وتزوجك عليك صيام شهر كامل متتابع اللي يظهر لي من سؤالك أنك كنت مخطئة وكنت تتكلمين معه في سن المراهقة واعترفت بذنبك وتبتي إلى الله عز وجل ونذرت نذر معصية ولذلك أخت الفاضلة لا تلتفتين والحمد لله هذا الصيام إن شاء الله في ميزان حسناتك لكن بالنسبة للكفارة كفارة يمين فالراجح من قول أهل العلم لمن نذر نذر معصية وتتوبين إلى الله ولا تقلقين الحمد لله لصمته يكفي وعليك أطعام عشرة مساكين والتزمي عباداتك من الصلوات والصيام واحرصي على قراءة القرآن احرصي أن تعيشي في مناخ وبيئة نظيفة يعني مقصودي بالإيمان يعني مجالس ذكر حلق علم تصاحبين الخيرات وتسألين الله تعالى أن يسر لك الزوج الصالح ترجمة نانسي قنقر